الحاجة اللي ما عرفينا هش ناس هو أنه موما مات بني دي وماتوا هيك ترضي إلي ودي يا أهم حاجة اللي كتخلي لي ديما أنه ونكون قوية ما عندي شروتين يوميك صراحة كل نهار وكيفاش كيدوز عندي النهار دافو كم قنع صنار كلو ما كن ديروالو دافو مني كنفق مع الصبح واني كنجري تلين واش غاجي نقول ليك بعد مرات كان فطر بعد مرات كان نجمع الغضاء والعشاء والقوتة والصحور كل شي في بلاو واحد لا ما ديراش رجل شوية كنت كن ديروش حال هذا ويعني مني 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 دخلت البروغرام حبستو ودابا غادي نعود ساعلار إن شاء الله ثم نعود نرجع للسبوع ما عنيش مع ذاك تخريق كن دير غير رازيت أرغان كن دير الله بولشا شوية كن ديروش حال حيت رغب علامة هو أكثر واحد فهمني وطقت فيه وعرفت بني غادي نوصل معاه لأبعد الحدود أول حب في حياتي كنت كن بغي واحد لولد شحال هذا كان سميته آدم أغني دي سعد مجرد سلام أغني دي سعد مجرد سلام بلا ما تحرجني محفظش الكلام أه فريش مونطان يكون طول مني أدي أهم حاجة فريش مونطان شوف أنا وماما كن كتر من أم وابنتها كن صحابات إخواتخ كل شيء بقى في حياتي كبير بزاف وكيف كان نقول دي ما الموت جا لماما هي نقطة قوة ماشي نقطة ضعف أنفت الحاجة اللي ما عرفين هيش ناس أنه ماما ما تبيني دي واتوي كترضي إلي واجي إياه أهم حاجة اللي كانت خليني دي ما أنه نكون قوية وش وجد أشنو بيليك أنا طاقة اليوم راني ماك غدوة تاني نستني يكتب بالمكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوفهواك ونرماني فقبح رسافي بمواجه وداني معاك تبع رياح الحب عندك حطنيه ودعني وصاني وقلي حبيبك لا تنسى يا زيناء وما درتي فينا أنا وقلبي حوصنا علي تبع ريكو للغاية على صفحات اشتركوا في القناة